نظم اتحاد الفروسية المهرجان السنوية الثاني لفعاليتي النقاط والأوتادي والقفز الأولمبي على ميدان الارتقاء نحو الأفضل وضعت جياد الفرسان قوائمها في ساحة المنافسة بعنوان المهرجان الثاني لاتحاد الفروسية الذي تضمن سباقات بالطعن والقفز الأولمبي وعلامته الفارقة كانت اشراك فرسان وفارسات واعدين ليكونوا بذرة المستقبل لهذه الرياضة فيما حظي المهرجان بحظون جماهرين كبيرة تفاعل مع السباقات سيما وهو يأتي تحضيرا لاستحقاقات خارجية مهمة كل هذه الفعاليات التي شفتوها اليوم هي استعدادا للبطولات القادمة التي ان شاء الله شارك بها منتخباتنا الوطنية للشباب يوجد بطولة ان شاء الله في سلطنة عمال للشباب بالتقاط الأوتاد ويوجد مشاركة عندنا في بونسارس أرجنتين الفارس ان شاء الله سعد حميد بالقفز الأولمبي تأهلت الأولمبيات والمتخب الوطني لالتقاط الأوتاد عندنا بطولة تاهلية في مصر شهر العاشر ان شاء الله مؤهل للكأس العالم مشاركة أربع فرق يتأهل منها فريقين ما منح السباق قوة وزاد من إثارته أن أغلب فرسان المتخب الوطني شاركوا فيه إذ جمع المهرجان مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين تسابقوا بفعاليات التقاط الأوتاد وقطع الليمونة وقفز الحواجز هو فروسي كلش حلوة وهمزان شاء نسمينا مصابقات حلوة وإن شاء نتقدم أكثر وأكثر في مشهد أخير من المهرجان لا بد من تتويج الفائزين وتكريم المشاركين وتثمين جهودهم بعد أن سجلوا أعلى رصيد من النقاط أبرى فعاليات المهرجان الذي اختتم بصورة توحي إلى الجميع أنهم جميعا يسعون لتسجيل الأفضل فرسان وفارسات امتطوا صهوة السباق بالسيف والرمح قطعوا ليمونة التحدي وأصابوا حلقات الصراع والتقطوا أوتاد النتائج وقفزوا حواجز المصاعب عدي حاتم العراقية الرياضية بغداد